اشتركوا في القناة ولو إنها سماوية يطار حلوة وقار السماء سماوة بيوت وردية وقار السم في سماع الجوم ولو إنها سماوية يطار حلوة يطار حلوة وأجمل لوحة تنية وسماوية وسماوية بحطة فوق وسط الشمس وسط الشمس وسط الشمس وحس أختي سحب نعبوي فوق الطعس فوق الطعس فوق الطعس وقلب بيض نتي القلب نتي أرواح يطار حلوة يطار حلوة وأجمل لوحة تنية يطار حلوة وقار السمها سماوة بيوت وردية وقار السم في سماع الجوم ولو إنها سماوية يطار حلوة يطار حلوة وأجمل لوحة تنية يطار حلوة وأجمل لوحة تنية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام ومستمعين العزاء عبر أثير موجة 97 أفن في كل مكان أسعد الله صباحكم وبكل خير حلقة جديدة ومواضيع مختلفة بنتعرف من خلالها على مؤتمر الصحة والسلام المهنية وأيضا بنتحدث فيها عن طرق حفظ الطعام في فصل الصيف وغيرها من المواضيع إليكم أبرزها تحت شعار أغذية أكثر وأمانا لصحة أفضل يحتفل العالم باليوم العالمي لسلامة الغداء مبادرة قطر تبدع تكشف عن برنامجها الجديد من ضمن فقرات اليوم متابعين الكرام ومن حول العالم تتابعون بيتنام تشهد ازدهارا للشركات الناشئة المراعية للبيئة وسكان طوكيو يستمتعون بموسم تفتح أشجار الكرز من عنوين الحلقة خلونا نتعرف على سؤالنا التفاعلي لليوم كيف نحافظ على سلامة الغداء في فصل الصيف راح نستعرض مشاركاتكم الموجودة في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة لقناة الريان واللي من خلالها أيضا تقدرون تتواصل معنا لأي اقتراح من خلال ايميل البرنامج أو عبر هاشتاغ برنامج الصباح رباح لكن الحين خلونا نتعرف على النشرة الجوية ودرجة الحرارة المتوقع لليوم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ولمزيد عن حالة الطقس ينضم إلينا عبر الهاتف المتنبع الجوي عبدالعزيز الحامدي من إدارة الأرصاد الجوية صباحك الله بالخير أخوة عبدالعزيز صباح النور يا هلا حابين نعرف مشاهديننا عن حالة الطقس لليوم بشكل عام بسم الله الرحمن الرحيم في البداية لا توجد أي تحذيرات على الساحل لهذا اليوم حيث يكون الطقس واجه عام حار نهارا ورطب ليلا مع رياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية من خفيفة إلى معتدلة السرعة ومن المتوقع أن تصد درجة الحرارة الأضمى نهارا اليوم 43 درجة ماءوية في مدينة الدوحة وستتجاوز 45 درجة ماءوية في بعض المناطق الوسطى والجنوبية لتكون أجواءها حارة جدا ولذلك يرجى من الجميع اتباع الارشادات اللازمة للوقاية من أشعار الشمس وبالنسبة لمرتادي البحر البحر صالح لجميع الأنشطة لهذه الفترة حيث من المتوقع أن يصل على ارتفاع الموج من واحد إلى ثلاث قدم وللمديد من المعلومات يرجى متابعة آخر تحديثات الطقس على حساباتنا الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي هذا هو الله أعلم شكرا المتنبل جوي عبد العزيز الحامدي من إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني إلى الصحافة المحلية وأبرز ما جاء فيها من أخبار مع زميلاتنا فوزية عامر نبدأ الجولة بصحيفة لوسيل حضرته صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدة يصدر قرارا أميريا بتعيين الدكتورة هند عبد الرحمن محمد المفتاح منذوبا دائما لدولة قطر لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف من جانب آخر بعث سموه برقية تهنئة إلى جلالة الملك كارل غوستافة السادس عشر ملكي مملكة السويد بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده سعادة الشيخ المياسة بن حمد الثاني رئيس مجلس أمناء متاح في قطر ومؤسسة دوحة للأفلام ورئيس المشاركة لفاشن تراست العربية تعلن البرنامج الجديد لمبادرة قطر التبدع في بطولة كأس العالم ديوان الخدمة المدنية وتطوير الحكومي يعلن طرح مبادرة المتسوق السرية بهدف إشراك المجتمع في تحسين الخدمات الحكومية الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تصديف النسخة الخليجية الدورية حول أهمية تعزيز مفهوم الادخار وعلاقته بالمعاشات التقاعدية ننتقل إلى صحيفة الراية سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم الثاني وزير التجارة والصناعة ارتفاع التبادل التجاري بين قطر وإيران بنسبة 34% وزارة الثقافة تسحب عدداً من الكتب المنافية لثقافتنا العربية والإسلامية من أحدى المكتبات المخالفة هيئة الأشغال العامة أشغال التفوز بتسع جوائز دولية للأمن والسلامة من مجلس الأمن البريطانية صالح جابر نابة عضو المجلس البلدي المركزي افتتاع حديقة أم السنينم خلال الربع الأول من 2023 إلى صحيفة الشرق باحثون في جامعة قطر ومؤسسة حمد الطبية ووزارة الصحة يجرون دراسة تؤكد ارتباط تدخين بالزياد أعداد الإصابة بكورونا بلدية الشمال بالتعاون مع إدارة الأعدداء الميكانيكية تنفذ إزالة تعديات على أملاك الدولة تبلغ مساحتها 1640 متراً مربعاً ناصر عبدالله المناعي مدير الاستخدام بوزارة العمل تحديثات إلكترونية لمعاملات مكاتب الاستخدام قريباً لمنع الغش والقضاء على المكاتب الوهمية قطر للسياحة يطلق فعاليات ترفيهية زاخرة بالأنشطة خلال الشهر الحالي تتضمن معارضة وأنشطة للتسوق إلى صحيفة العرب وزارة البلدية الدعم الذي قدمته الوزارة أسهم في زيادة الانتاج الزراعي المحلي إلى ما يتجاوز 400% خلال السنوات الماضية ويغطي الدعم 70% من نفقات المزارع غرفة قطر تصديف المسشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية لبحث فرص التعاون المشترك بين الجانبين ومصر تطرح 50 فرصة استثمارية على رجال الأعمال القطريين العنابي الأولمبي واجه المنتخب التركماني في لقاء مصرية ويتمسك بأمل العبور لربع نهائي اختتام منافسات الجولة الثانية من بطولتي قطر للدرجات المائية وقطر للصيد وسط مشاركة كبيرة من أبرز الفرق المحلية وزارة الرياضة والشباب تحتفل بيوم الشباب الخليجي وتكرم عددا من الفاعلين في المجال الشبابي والشباب المبدعين الذين تركوا أثرا مميزا في شتى مسارات الإبداع النيابة العامة تكشف عن زيادة عدد أجهزة الخدمات الذاتية كيوسيك الخاصة بخدمتها لتصل إلى 18 جهاز خدمة موزعة على 15 منطقة في الدولة مركز الشفلح للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة يطلق نشاطه الصيفي بهدف رفع الوعي المجتمعي بحقوق هذه الفئة من المجتمع معهد قطر لبحوث الحوسبة التابع لجامعة حمد بن خليفة يطور منصة سقر لتحليل ومراقبة نشاط وسائل التواصل الاجتماعية برعاية وحضور سعادة الشيخ المياسة بن تحمد بن خليفة الثاني رئيس متلس أماناء متاحف قطر ومعهد الدوحة للأفلام والرئيس المشارك لفاشن ترست العربية تم الإعلان عن برنامج مبادرة قطر تبدح وما يتضمنه من فعاليات متنوعة نتابع التقرير برعاية وحضور سعادة الشيخ المياسة بن تحمد بن خليفة الثاني رئيس مجلس أماناء متاحف قطر ومعهد الدوحة للأفلام والرئيس المشارك لفاشن ترست العربية شهد مركز أمسفن للإبداع الفني في مشيرب مؤتمرا صحفيا للإعلان عن البرنامج الكامل لمبادرة قطر تبدع في ثوبها الجديد من الفعاليات الثقافية والفنية التي ستقام في جميع أنحاء قطر اعتبارا من شهر يونيو وحتى نهاية العام اليوم أطلقنا فعاليات قطر تبدع والتي تستمر طوال العام بدءا من يونيو الحالي حتى استضافة قطر لبطولات كأس العالم أيضا اليوم نحن نتحدث عن الوان باس وهو عبارة عن بطاقة عضوية تمكن زوار كأس العالم من دخول مختلف المتاحف وتمكنهم أيضا من الحصول على عديد الخصومات في المطاعم الموجودة في متاحف قطر أو من خلال طبعا شركائنا الحديث عن Fashion Trust Arabia هي منصة تستقطب جميع المصممين العرب وتمكنهم أيضا من عرض إبداعاتهم من خلال متاحف قطر ومن خلال هذه المبادرات التي طبعا جميعها تحت مظلة قطر تبدع وبالتالي تقوم بتسليط الضوء على عديد المصممين العالميين ليتمكنوا من الانخراط في سوق العمل ويتضمن برنامج الفعاليات غير المسبوقة سبعة عشر معرضا تقام في خمس متاحف وخمس مراكز إبداعية وعشر فعاليات رفعة المستوى وثلاثة مهرجانات فنية حية وإقامة خمس عشرة صالة فنية ونصب أكثر من ثمانين عملا فنيا عاما في مختلف أنحاء البلاد مشاهدين ومستمعين الكرام راح ناخذكم إلى أخبار من حول العالم وفي بتنام البلد الأكثر تأثرا بالتغير المناخي تزدهر الشركات الناشئة المراعية للبيئة نشاهد تزدهر الشركات الناشئة المراعية للبيئة في مدينة هوشي مين في فيتنام التي تعتبر سيليكون فالي جنوب شرق آسيا مع سكان يطغى عليهم عنصر الشباب المطلع على التكنولوجيا الرقمية ضمن قطاع واعد في بلد يتأثر كثيرا بالتغير المناخي فقد خطرت في بال ليتاني مثلا فكرة تصنيع أحذية بواسطة ثفل القهوة وبيعها عبر الإنترنت يتم إنتاج الأحذية الجلدية في فيتنام والبيئة ملوثة للغاية ولكن إذا انتقلنا على الفور إلى منتج جديد كليا سيكون من الصعب أن نطلب من المستهلك أن يبدل اهتمامه استعمال القهوة سيحسن نوعية المنتج كما أن الزبائن سيجدون أنه أكثر راحة وسيجربونه وبفضل المرونة الكبيرة التي تتسم بها ركبت الشركة الناشئة موجة فيروس كورونا المستجد فتوقفت عن إنتاج الأحذية واتجهت منذ نيسان أبريل الفائت إلى إنتاج كممات واقية بواسطة ثفل القهوة أيضا وهي كممات قابلة لإعادة الاستعمال هذا الأمر ليس جديدا على الصعيد العالمي إنما هو كذلك في فيتنام أجزف بعض الشيء عندما آتي بمنتج جديد إلى فيتنام وأمل أن يشهد نجاحا فكرة تنطوي على بعض المخاطرة لكن الأمر يتطلب المثابرة وعدم الاستسلام وباتت فيتنام الشيوعية تحتل المرتبة الثانية في جنوب شرق آسيا بعد إندونيسيا من حيث حجم الرسميل التي تضخ في شركاتها الناشئة متقدمة بذلك في هذا المجال على سنجافورة ومن بيتنام إلى اليابان بالقوارب الملونة وفي بركة مياه أحد المتنزهات وبين ممرات الأشجار استمتع سكان توكيو بالتقاط الصور لمناظر تفتح أزهار الكرز مع بداية فصل الربيع وأدى سكان العاصمة اليابانية استمتاعهم بموسم تفتح أزهار الكرز على طول نهار ميغورو بعد رفع حالة الطوارئ وقد وصل موسم تفتح أزهار الكرز مبكرا هذا العام بحسب الخبراء حيث يلعب تغير المناخ دورا رئيسيا في تبكير بدء الموسم أجمل زهرة على الأرض اليابانية طبعا الزهرة المعروضة حيث تستخدم في جميع أنواع العطور ومستحضرات التجميل وما إليها من منتجات ومستحضرات فقرات المواضيع الصباح رباح مستمر معكم من بعد الفاصل خلكم معنا أطول نهر في العالم هو نهر النيلة أما أغزر نهر في العالم فهو نهر الميسيسبي يليه نهر الأمازون ترجمة نانسي قنقر يا أهلا ويا مرحبا فيكم من جديد راح ننتقل معكم مشاهدين ومستمعين الكرام لزميلنا جاصر لحبابي وتفاصيل مؤتمر الصحة والسلام المهنية صبحك الله بالخير أخي جاصر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صبحكم الله بالخير مشاهدين الكرام تنظم وزارة الصحة العامة المؤتمر الرابع للصحة والسلام المهنية والذين عقدت تحت شعار لنعمل من أجل الصحة والسلام المهنية وللحديث أكثر حول هذا المؤتمر معنا الدكتور محمد علي الحجاج رئيس قسم الصحة المعنية حياك الله يا دكتور محمد الله حياك وسلمك الله يسلمك جائب خير دكتور ودنا نتحدث عن أهداف هذا المؤتمر واللي يدور في هذا المؤتمر اليوم طبعا هذا المؤتمر يعقد كل عام ولكن هذه المرة متلازما متزامنا مع اليوم العالم للصحة والسلام المهنية والذي يعمل تحت شعار العمل معا لأجل الصحة والسلام المهنية ويهدف بشكل أساسي هو عرض وتصليط الضوء على أهم الإنجازات التي تمت من خلال مخرجات الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022 والمتعلق بأحد أولويات الاستراتيجية اللي يعاملون بصحة وأمان طبعا أهم المخرجات التي تمت ولله الحمد أهم مخرجات كثيرة ولكن الأهمها وأساسها هو تم الانتهام من اعداد السياسة الوطنية للصحة والسلامة المهنية كذلك تم الانتهام من اعطاء عمل توجيهات خاصة وقايد لاين أو لوائح متعلقة بالخدمات الصحة المهنية في أماكن العمل بالإضافة تم الانتهام من اعداد برنامج متكامل خاص في الصحة في أماكن العمل والذي طبعا يبقى عن طريق تغطية الأماكن العمل الحكومية وشبه حكومية بشكل أساسي بالإضافة تم الانتهام من اعداد وضع جمع بعينات المتعلقة بالإصابات والوفيات في أماكن العمل وطبعا كذلك هناك بعض الورش التدريبية التي سيتم عرضها خلال المؤتمر وبعض المحاضرات الخاصة في مجال الصحة والسلامة المهنية شكرا تبارك الله دكتور بالنسبة للمشاركة أو التعاون خلنا نقول للي نشوفه اليوم من وزارة الصحة العامة وزارة طبعا الداخلية والوزارات الأخرى كيف كان هذا التعاون بالنسبة لكم طبعا أي رجاح برنامج أو أي مشروع كان لابد من تكاتف بين الجهات المعنية وكان هذا التعاون له ثمارات كثيرة اللي لوما التعاون هذا كان ما تم الإنجاز بهذه الطريقة لأن لتحقيق كل شيء يتعلق سواء ببرامج أو السياسات أو اللوائح كان لابد من وجود تلك الجهات وكان لهم دعم مباشر بهذا الخصوص خاصة أن الموضوع اللي يتعلق في أباك العمل يخص الموظفين يخص العمال الحرفيين يخص جميع الفيات المهنية في دولة قطر طيب بالنسبة لهذا المؤتمر كيف يخدم الاستراتيجية الوطنية الاستراتيجية الوطنية طبعا للصحة طبعا الاستراتيجية الوطنية الصحة كان من أهم الأولويات من ضمن استراتيجية الوطنية الصحة الفيوة 18-2022 الأولوية رقم ثلاثة اللي هو عاملين بصحة وأمان هذا الاستراتيجية تم تحقيق لله الحمد يعني تقريبا لما نقول 100% تقريبا أكثر من 90% من أهم المخرجات فيما يتعلق بالاستراتيج الوطني الصحة وطبعا العمل الصحة وأمال هي أحد المجموعات التي تهدف الفئة السكانية في الدولة دكتور طبعا هذا المؤتمر هو المؤتمر الرابع مثل ما قلنا في البداية كيف اختلف هذا المؤتمر عن المؤتمرات السابقة؟ ما هي النقاط التي اختلفت فيه هذه السنة؟ طبعا السنة هذه المؤتمر تم عرض أهم الإنجازات خلال السنوات الأربع الماضية التي تبرد نهاية 2022 بالإضافة أن في ورش خاص تم تحديدها تقريبا ورش خاصة متعلقة كيفية التزام مع الحياة ومع العمل وهي مهم جدا في أماكن العمل كذلك ورش متعلقة على ما هي الأعراض العضلية التي ممكن يتعرض لها الشخص أو العام في أماكن العمل وكيفية الوقاية منها بالإضافة إلى اللياقة المهنية في أماكن العمل هذه الورش لم تذكر سابقا خلال السنوات السابقة ولكن أضفناها هذا العام لأن لابد من تطبيق هذه الاستراتيجيات أو هذه المخرجات عن طريق هذا الورش دكتور طبعا بالنسبة لك من منظورك كيف كان تطبيق بعض النقاط التي تطرح في هذه المؤتمرات هل كان واقعي تطبيقها في الحياة العملية أم لا؟ طبعا بداية كان هناك في بعض المعوقات بعض الصعوبات خاصة في بعض البيانات المتعلقة لصعوبة الحصول عليها باختلاف الجهات ولكن التكاتب بين الجهات المعنية بالبيانات اللي وزارة الداخلية ووزارة العمل بشكل أساسي ساعد هذا أن نحن نحقق ما كنا نطمح له طبعا بالإضافة إلى التوجيهات الخاصة بالصحة المهنية كان هناك صعوبة أننا كيفية التوحيد خاصة الخدمات الصحة المهنية في الدولة خاصة في قطر والدول الخلي بشكل عنها نفس التراتيجية أغلب الفيات فيها فيات عمالية فهذه الفيات العمالية كان لابد أنها تخوض كان لها الجزء الأكبر خاصة أنهم فيها أكثر في الدولة فالله الحمد الحمد لله كان في بعض المعوقات والتحديات تم تحديدها الحمد لله وتعدين منها والله الحمد حاليا في مرحلة تطبيق تلك الانجازات دكتور محمد علي الحجاج بنقول لك كل التوفيق إن شاء الله وبيض الله وجيكم على اللي تقدمه الله يزيخ خير يعطيكم العافية بارك الله فيك تسلم بشكل الله خير إذن مشاهدين الكرام كان معنا الدكتور محمد علي الحجاج رئيس قسم الصحة المعنية من وزارة الصحة العامة وكنا معاكم من المؤتمر الرابع للصحة والسلامة المهنية وبذلك ننهي هذه التقليل ونرجع لكم في السعود كل الشكر لك أخوي جاثر والشكر أيضا موصول لضيفك الكريم من مؤتمر الصحة والسلامة المهنية رح نأخذكم في جولة ممتعة داخل متحف قطر الوطني اللي يعتبر صرحا ثقافيا بارزا وهو رمز من رموز الرقي والتحضر وذلك من خلال تصميمه المدهش وأيضا لما يحتويه من تجارب إنسانية متميزة تروي سنوات مضت من تاريخ قطر الحبيبة نتابع هنا كل الطرق تؤدي إليه متحف قطر الوطني ففيه يقترن جمال الحاضر بهيبة الماضي وواجه هنا وردة الصحراء تتفتح شيئا فشيئا في الدوحة فبعد أكثر من عقد من التخطيط والعمل افتتح رسميا حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في السابع والعشرين من مارس من عام 2019 هذا الصرحة الثقافية العملاق صرح يكشف عن تصميم فريد استوحاه المعماري الفرنسي جون نوفيل من وردة الصحراء وهي بنية طبيعية صخرية تتشكل في هذه المنطقة على مدى آلاف السنين ولهذه السنوات حكاية يرويها المتحف بطريقة عصرية وتفاعلية وفيها الكثير من عبق التاريخ وهو الذي صمم ليكون شاهداً على ماضي قطر وحاضرها ومستقبلها أيضاً متحف فريد يضم أعمالاً فنية وقطعاً أثرية ومقتنيات نادرة تعرض هنا محاضة بتجربة حسية تأسر الزائرة بكل حواسه فعلى جدران المتحف تعرض بالصورة والصوت أعمال فنية وأفلام تحاكي المراحل التاريخية لقطر في أكثر من عشر صالات كما يحتفي المتحف داخله بتقاليد قطر البحرية الطويلة والضاربة في عمق التاريخ مشاهدين ومستمعين الكرام الحين راح نترككم مع بعض القرارات التي حدثت في مثل هذا اليوم ولنا عودة من بعد الفاصل حدث في مثل هذا اليوم السابع من يونيو حزيران في مثل هذا اليوم من عام 1909 ولدت فيرجينيا أبغار وهي طبيبة تخديراً وباحثة علمية أمريكية ابتكرت حرز أبغار لتقييم السريع والبسيط للحالة الصحية للأطفال حديثي الولادة بعد الولادة مباشرة التي تفيد في مكافحة ظاهرة وفيات الرضاع وفي مثله من عام 2017 اكتشفت بقايا بشرية في جبل إغود في المغرب تصحح عمر الإنسان العاقل على سطح الأرض من 195 ألف سنة إلى 300 ألف سنة وتعد أقدم حفريات للإنسان يؤثر عليها ترجمة نانسي قنقر يا هلو يا مرحبا فيكم من جديد وصلنا الحين إلى فقرة التواصل الاجتماعي والسؤال اليوم كيف نحافظ أو تحافظ على سلامة الغذاء في فصل الصيف خلونا نشوف أول المشاركات من خلال شراء كميات مناسبة من الطعام التأكد من صلاحية المنتجات طهي الطعام بشكل جيد غسل اليدين والأدوات قبل الطهي نعم هذه من الإرشادات التي من خلالها نقدر نحافظ على حفظ الطعام من خلال الاحتفاظ به في درجة حرارة مناسبة نعم بالإمكان وضعه في غرفة ذات تكييف كانت هذه آخر المشاركات خلونا نشوف هاشتاق اليوم واللي يتكلم عن اليوم العالمي لسلامة الأغذية وأول التغريدات قد تؤثر عاداتنا في التعامل مع الأغذية على سلامتها سلامة الأغذية مسألة تهم الجميع نعم نشوف يهدف اليوم العالمي لسلامة الأغذية إلى لفت الانتباه والتحفيز على العمل للمساعدة في منع واكتشاف وإدارة المخاطر التي تنتقل عن طريق الغذاء وكذلك المساهمة في الأمن الغذائي وصحة الإنسان والازدهار الاقتصادي تجنب شرب الماء من العلب البلاستيكية بعد تعرضها لحرارة الشمس هذه نصيحة نعم كانت وهذه أيضا آخر المشاركات من الهاشتاغ ثقافتك الصحية لا تكفي ما لم تكن لديك إرادة قوية وقناعة بأن صحتك أغلى من رغبات نفسك أو الآخرين شكرا أبو عبد الله شكرا إذن مشاهدين ومستمعين الكرام يحتفل العالم في السابع من يونيو من كل عام باليوم العالمي للسلامة الأغذية فبحسب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة أن لكل مننا دور يؤديه وبما أن سلامة الأغذية تكمن بين أيدينا جميعا فإذا عملنا معا سنتمكن من المساعدة على إيجاد غذاء آمن لصحة أفضل متابعين الكرام في الصيف تحديدا يزداد احتمال أن تفسد الأطعمة بسبب الحر الشديد أو الطريقة الخاطئة لتخزينها فكيف نحافظ على سلامة الأغذية في فصل الصيف؟ خلونا نتابع هذا التقرير يعد جرد المواد الغذائية في المنزل وتخزينها ضرورة مليحة خاصة خلال فصل الصيف فإذا لم يخزن الطعام بشكل صحيح فإنه سوف يفسد ويصبح غير صالح للاستخدام ويمكن أن يؤدي للأصابة بالأمراض وهو ما يمكن تجنبه باتباع النصائح التالية وضع الطعام في الثلاجة بأسرع ما يمكن لأن البرودة تمنع تكاثر البكتيريا ضبط درجة الحرارة في الثلاجة على 5 أو 6 درجات مئوية والفريزر البيتي على 18 درجة تحت الصفر توزيع الطعام بعد الطهي إلى وجبات صغيرة في عدة أوان منفردة استهلاك الخضار الطرية خلال ثلاثة أيام ويمكن حفظها في الثلاجة حتى خمسة أيام يحفظ البيض في الثلاجة بين ثلاثة أسابيع وخمسة ومن الأفضل حفظه داخل عبوة كرتونية وعدم نقله إلى المكان المخصص له في باب الثلاجة عند انتشار العفن على الأجبان الطرية يمنع التخلص من الجزء المصاب بالتعفن فقط لأن الجراثيم التعفن موجودة في الأجزاء الداخلية أيضا وهذه قد تكون مصدرا للبكتيريا الخطيرة وتكمن أهمية حفظ الطعام بالصيف في الحد من حالة تسمم الغذائي التي تكثر في هذا الفصل لذا وجب الحذر واتخاذ التدابير اللازمة وللحديث أكثر عن اليوم العالمي لسلامة الأغذية والذي جاء تحت شعار أغذية أكثر أمانة لصحة أفضل يسعدنا استضافة السيدة زينب الشمري مسؤولة سوق الوكرة المركزي وصحة اللحوم في بلدية الوكرة صبح شاء الله بالخير أستاذ زينب صبح شاء الله بالنور حياة شاء الله معنا في برنامج الصباح رباح الله يخليك الله يحييك عزيزيك الله يسلمك في البداية حابين نعرف ونعرف المشاهدين عن أهمية اليوم العالمي لسلامة الأغذية بداية أحب أشكركم على هذه الاستضافة وأشكركم أيضا لتسليط الضوء كجهة أعلامية تسليط الضوء على هذا الموضوع اللي هو يهم شريحة المجتمع كاملة طبعا من أهدافه هو شد انتباه الناس على أهمية سلامة الأغذية كيف أن الناس تقدر تحمي نفسها من الإصابة بالأمراض اللي ممكن تنتقل عن طريق الأغذية سنويا تقريبا 60 مليون شخص يصابون نتيجة 200 مرض بس تناول الأغذية غير آمنة وغير سليمة أيضا من أهدافه هو تسليط الضوء على أهم ما جاء في هذه المواضيع كيف تزيد فاعلية سلامة الأغذية في المجتمع نعم بما أنت مسؤولة سوق الواكرة المركزي وصحة اللحوم في الواكرة شلون تقدرون تأكدون من سلامة الغذاء الموجود في السوق طبعا بلدية الواكرة إدارة الرقابة الأغذية تهتم في هذا الموضوع وكل البلديات اهتمام بليغ لأن صحة المجتمع هي هدف رئيسي في الدولة كلها ويكون مجتمع خالي من الأمراض فيتم الرقابة على الأغذية في جميع عمليات تداول الأغذية الآدمية والتجارية من بداية تصنيحها نقلها تعبئتها توزيحها يتم المراقبة عليها حيث أننا نتأكد أنها تصل إلى يد المستهلك سليمة من المزرعة إلى المائدة نعم بعض المرات أستاذ زينب نحن نشوف الورفوف تكون موجودة في الجمعيات أو في الجمعيات الاستهلاكية تواريخ معينة هلين شلون ننصح المستهلك العام أنه لا يأخذها قبل أن تنتهيه مثلا بستة شهور أو مثلا هاي شلون نحن نقدر نوعيهم من هالطريقة هلين يجي دور التوعية يكون عن طريق الإعلام عن طريق مقاطع الفيديو عن طريق نشر هذه الثقافة يعني أنا على مستوى الشخصي أتمنى نصل إلى مرحلة تكون فيها الرقابة ذاتية حتى نفس التاجر أو يكون خايف أن المستهلك هو اللي يراقب ما ينتظر أنه جهة معينة في الدولة هي اللي تراقب عشان يبتدي هو يعني خلينا نقول يشل المنتج قبل لا يكون قرب موعد انتهاء فتجي توعية توعية المجتمع بحيث أنه هو يراقب المنتج أو خلاص أول ما حتى الأمانة حتى الأطفال يبتدينا وفعلا قمنا نشوف الآن الطفل يشوف أنتاجه خلص ولا ما خلص صحيح صحيح شلون قدرت تساهم في توفير غذاء الصحي عبر أجهزتها الرقابية الأمانة لازم إحنا الكل يتكاتف يكون مجهود جميع الأجهزة الرقابية في الدولة بحيث أنه يصل الغذاء آمن سليم نظيف إلى المجتمع الأجهزة كلها ما شاء الله فيه جهود متكاتفة على سبيل المثال للحصر وزارة البلدية تمثلة في إدارة رقابة البلديات تراقب على الأغذية وأيضا تراقب على جميع المراحل التي تمر فيها الأغذية مثل ما قلنا تصنيع وإعداد وتجهيز وتعبئة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة إدارتها قسم التراخيص وأيضا حماية المستهلك هيئة المواصفات والمقاييس هي التي تشرع الاشتراطات ووضع المعايير وزارة الصحة أيضا في إدارة سلامة الأغذية كافية راقب الأغذية والإفراج عن الأغذية المستوردة من بره إرسال عينات إلى المختبرات إذن ما شاء الله وزارة الداخلية أيضا لها دور كبير إحنا أيضا ما نستغل عنهم ونحتاجهم إذا لزم الأمر رجال الأمن أيضا يتدخلوا معنا في بعض المواضيع إذن هي منظومة متكاملة نعم وصول غذاء سليم وآمن وصحي إلى المجتمع بما أننا اليوم طبعا يصادف اليوم العالمي لسلامة الأغذية أفراد المجتمع لازم منهم ينخرطون في المساهمة في حفظ الغذاء خاصة أننا حفظ الغذاء السليم أو طرق الحفاظ على الأغذية السليمة أو الصحية إحنا اليوم كفاءة أنا يعني مثلا أنا كلمت عن نفسي اليوم أنا كفرد من أفراد المجتمع شنو اللي توجب عليه على أساس أن أنا حافظ أول شي على نفسي وبعدين على أسرتي وبعدين على مجتمعي شنو الأساسيات اللي لازم أتبعها اليوم أنا كفرد من أفراد هذا المجتمع عشان تنجح المنظومة لابد من مشاركة الجميع نعم تقع هذه على عاتق أيضا الجمهور عاتق المستهلك فله دور ودور فعال في أي شيء سواء مقترحات سواء أفكار سواء مبادرات بالعكس مجال مفتوح حق الكل والكل يقدر يتوجه حق أهل الاختصاص اللي احنا ذكرناهم والباب مفتوح حق الكل ومن الأشياء صراحة اللي نطمح لها أن احنا نزيد مستوى الوعي في المجتمع أن نصل إلى الرقابة الذاتية نعم نعم المشاركة في المساهمات طبعا احنا نلجأ دائما حق ذوي الاختصاص أنا اليوم ما أعرف منهم ذوي الاختصاص خاصة في إذا حبا لأنا أشارك وساهم في هلاي المنوح على سبيل المثال إذا في مجال التشريعات إذا في مجال الاشتراطات عندي فكرة جديدة ممكن عندي خبرة أنا اكتسبتها من الدول مجاورة أثناء دورات أثناء أي طروحات بحوث أنا أتجحق هيئة الموصفات والمقاييس نعم أنا عندي على سبيل المثال رقابة تعليق على أي شيء فكرة مشروع جديد ممكن أبليكيشن ممكن أنا أتجح إلى وزارة البلدية اللي هي إدارة الرقابات أنا عندي في مجال المختبرات أتجح إلى وزارة الصحة نعم في فترة من الفترات اختي زينب كنت في دولة أوروبية الحلو كان في الموضوع أنه لما انت دخلين المجمع اللي فيه الأغضية على أصاصة نتشترين كانوا حطين نفس السلات لسلال اللي تكون حدا بعضها وسلة من لسلال حق اللي توا انتهى قريبا يعني راح ينتهي قريبا يحطونا في مكان معين يعني مثلا أنا اليوم كدوري كمستهلك مش لازم أن يجي العامل اللي هو اللي يقعد يدقق أو يراقب متى تنتهي المواد الغذائية كل شخص مسؤول دخل هالمكان شافه مثلا الألبان ومنتجاتها كان موجود فيه سلة يعني بينتهي يقولك في التاعق نفسه في السلة نفسها الفكرة أنا حبيتها نهاف في السلة نفسها فيه كان مثل ما نقول تعليمات أنه إذا قبل لا ينتهي بأسبوع ارميها هنا يعني كانوا حطين يد أن ارميها هنا في السلة أو ضعها هنا فبالتالي كانت مرأة عجوز شافت منتج من منتجات الأجوان فيه نفس الانتهاء تقريبا قريب قمت أنا يعني طلعتها من الفضل يعني شلون ليش هي غلتها هنا بالذات يوم شفت قاعدت ترجمة طلعت الترجمة أنه إذا قبل الانتهاء بأسبوع تحسنها غير صالحة حطها هنا كانوا يسولون لها أتوقع أنه إعادة تدوير أو أنه يرجعونها وياخذون الجديد طبعا هاي فكرة من الأفكار اللي تتساهم في سلامة الله ضبطها من الأفكار الجديدة صراحة ممكن أيضا ممكن أنت تنقلين هذه التجربة للجهات المعنية وممكن يطبقون نعم شوف فكرة صراحة رائعة نعم إحنا اليوم بشكل عامة زينب حبينا نتكلم بشكل أوسع بما نحنا مثل ما قتلت في فصل الصيف شلون نحنا نقدر نحافظ على في البيت نحافظ على أغذيتنا بشكل أنها تكون صحية وآمنة شوفي للأمانة سلامة الأغذية هي مسؤولية الجميع نعم إضافة على مستوى الأسرة مسؤولية رب الأسرة شلون أنا أوصل هذا الغذاء على سبيل المثال راح الجمعية يبي يشتري ماشرة الشهر على قولاتنا نعم شلون أوصل هذا الغذاء من الجمعية لين البيت سليم وآمن أول شيء في إرشادات تسوق أو ممارسات تسوق سليمة على سبيل المثال نحاول قدر المستطاع مواد المبردة المجمدة نشتريها آخر شيء مو أول ما ندخل إحنا كم نقضي في الوقت في الجمعية ساعتين ممكن أقل شيء ساعتين نعم أشتريها آخر شيء أشتريها وأنا رايح البيت اشتريت خلص أبي أروح البيت أحاول أني أنا أروح البيت دايركت ما سوي أي مشاور ثانية صحيح يجي الحين دور الأم صحيح شلون أنا أول ما المواد الغذائيتي المبردة أحفظها في درجة حرارة مناسبة مجمدة في درجة الحرارة المناسبة في أشياء في درجة حرارة الغرفة شلون حفظتها حفظ الأغذية في الدرجة الحرارة المناسبة لها شلون أعد الأغذية شلون أنا أبتدي أصنحها أعدها أو أزحها حتى الحفظ لما نخلص لاحظ ترى في فترة الصيف الأكل بعد الغد إذا يأتي العصر يكون خلص خرب ليش؟ لأن أنا محفظت في الطريقة المناسبة نعم صحيح إذا انتقع المسؤولية على الكل منظومة متكاملة نعم بعض المرات إحنا نشوف الناس لما نجي التسوق خاصة في الجمعيات خلنا نقول أنا دايما ننصحهم أن ما يتسوقون وهم جوعانين لأنه راح يأخذون أكبر كمية ممكنة وخاصة المعلبات طبعا من هوس الشراء زينب يعني إحنا اليوم إحنا حبين أن نوجه نصيحة لهم أن ما يشترون الأشياء بكمية كبيرة هل أنت تتوافقيني الرأي هاي الشي لأنه إحنا نشوف عقبها بمدة تقعد في مثل ما نقول في الاستور أو في الخزانات الموجودة لين ما تنتهي وهاي بعد يعني حرام أنه استهلاك للأموال واستهلاك للجهد اللي أنت رح تسويتيه وأيضا هدر للمواد الغذائية بدون وجه حق إحنا اليوم شلون ننصحهم أن ما يأخذون بهالكميات الكبيرة شو بي سبحان الله يعني من قيمنا من عاداتنا تقاليدنا ديننا أي شي فائض عن الحاجة يعني أثر سلبي علينا فإحنا دايما أننا ناخذ احتياجنا ناخذ احتياجنا في بعض الأشياء ممكن تخزن لفترات طويلة ما علي بس بعض الأشياء يعني على سبيل مثال قلنا إحنا المعلبات هذه تحتوي على مواد حافظة قد تكون ضارة وممرضة للإنسان إذا قعدت فترة طويلة وخاصة إذا نحظت في درجات حرارة غير مناسبة فإحنا المفروض أننا ناخذ طبيعة الحال سلامة الأغذية وغير سلامة الأغذية ناخذ احتياجاتنا اللي هي تكفينا المدة اللي احنا حاطينها ليش لأنه مكان حيز أصلا بياخذ زيادة ممكن بعد فترة تكتشفين أن انت هذه انتهت صلاحيتها لأنها كانت أيضا فائض عن الحاجة فكل شي باعتدال وبتقصيد ننجح في حياتنا أكيد كلمة أخيرة حبة تهينها زينب والله أحب أشكركم وأحب أن هذه رسالة من عندي لجميع الجهات الإعلامية انكثف في هذا المجال نعطيه حجمة اللي هي سلامة الأغذية لأنه يعني مجتمع أنا أصل حق نتيجة مجتمع آمن مجتمع سليم مجتمع خالي من الأمراض فلكم دور كبير في أنه احنا فعلا نصل إلى هذه النتيجة بأسرع وقت ليش؟ لأن الإعلام هو أسرع وسيلة الوصول إلى الجمهور صحيح صحيح فشكرا لكم يعطيكم العافية الله يعطيكم العافية زينب الشمري مسؤول سوق الوكرة المركزي وصحة اللحوم في بلدية الوكرة كله شكر لك وصلنا معكم لنهاية حلقة لليوم نشكركم أكيد على طيبة المتابعة وتفاعلكم مع سؤال حلقتنا وسؤال حلقة بكرة بدن الواحد الأحد راح يكون كيف تهتم بالنباتات المنزلية في فصل الصيف نشوفكم بكرة على خير في مواضيع فقرات متنوعة من برنامجكم الصباح رباح لذلك الوقت دايما نقول لكم كونوا في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة